في هذه الحلقات في شرح الفرائض باسمي واسمكم نرحب بفضلة الشيخ خيثم محمد صرحان وفقه الله تعالى حياكم الله شيخنا الله يبارك فيك الله يبارك فيكم أياكم الله أحسنا لكم توقفنا شيخنا الله حسنا لكم في حلقة الناضية عند قسمة التاريكات قبل القسمة التاريكات أخذنا ميراث ذوي الارحام قبلها الرد بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آخر شيء إذن أخذنا الرد قبل ميراث ذوي الارحام ثم قبلها الرد قبلها قدر من ميرث ذو الأرحام متى يارث ذو الأرحام إذا لم يكوناك وارث لا من الأصحاب الفوض ولا من أصحاب الأصابة تمام ما وجدنا أحد من الوارثين وارثاته 25 قلنا والزوجين ما نعدوا من أصحاب الرد ولا من ذو الأرحام تمام فالآن إذا ما وجدنا نبحث عن من عن ذو الأرحام نقولهم تعالوا نورثكم صح؟ نعم تمام إذن يارث ذو الأرحام إذا ما وجدنا أحد من الوارثين والوارثات تمام كيف نورثهم؟ من نورثه؟ من نحجبه؟ من كذا؟ قلنا طريقة التنزيل ننزل كل واحد منزلت من أدل به فليصل للإرث ورثنا واللي ما يرث ما يصل صار وارث ذو الأرحام وتضع إصبعك قلنا في كل الورثة إلا في الأخوال والخالات أم والأعمام لأب أب لأب الأعمام لأب لأب الأعمام لأب من وارثين من وارثين؟ الأعمام لأم والعمات مطلقا يقول عم شقيقة عم لأب وعم لأم والأخوال والخالات منزلت؟ الأم الأم تمام ونورثهم منزلت؟ من أدلوا به وإذا كان في المسألة صنف واحد عدد الرؤوس أكثر من صنف نجمع كما كنا نصنع فيه في الرد وإذا كان أحد الزوجين قلنا دائما الزوج مع ذو الأرحام يأخذ؟ الزوج أخذ النصف دائما والزوجة فأكثر الربع هذا ما يأثر وجود بنت بنت وكذا تمام وإذا كان مع الزوجين أكثر من صنف مسألتين ثم نجمع بينهما مناسخات أخذنا أنه إذا مات آخر وكذا كيف نجمع وننظر إما تباين أو قاسم مشترك اللي نقسمه هنا نضعه هنا واللي نقسمه هنا نضعه هنا وجامعتنا دائما التي على اليمين ولو يكون عندنا مليون ميت ما في إشكال صحيح؟ مليون مليئة باب المبالغة لكن ما في أي إشكال وهذه الطريقة اللي حلينا فيها هذه تحل بها كل المسائل وترتاح لأنه في أكثر من طريقة وقلنا اليوم إحنا نمشي على جادة على طريقة واحدة حتى تكون المسائل سهلة خلاص؟ نعم تمام وعلي اعتبار سواء أنت حلت بطريقة وأنا حلت بطريقة إذا الحل صحيح أنت ما تلزمني بطريقتك الآن صح أو لا؟ صحيح نعم فطالما هذه الطريقة تحل كل المسائل خلاص مفهوم؟ نعم لكن ممكن تكون المسألة ورثة الثاني هم نفس ورثة الأول ورثة الثاني هم نفس ورثة الأول كيف؟ يعني بعد عمر الطول في طاعة الله راح الشيخ عبد الله وترك زوجة وابن وبنت زوجة وابن وبنت المسألة من؟ زوجة وابن وبنت المسألة من ثماني طيب لا نبغى نعكس ما نبغى نجعل مسألة عبد الله مسألة زوجة الشيخ عبد الله تركت زوج اللي هو عبد الله وابن وبنت مسألتكم من كم؟ من أربعة من أربعة واحد اثنين واحد صح؟ نعم ثم بعد عمر طول في طاعة الله مات عبد الله تار ايش ترك؟ ترك هم نفسهم ترك ابن وبنت تكتبوا أمامه لأنه هذا هذا بتعتبره الآن من شار يارث من الأول ويارث من الثاني من الثاني مسألتهم من كم؟ من ثلاثة من ثلاثة ثنين واحد واحد هنا التاج ينبها كم؟ واحد ومسألتها من؟ ثلاثة واحد هنا وثلاثة هنا أربعة في ثلاثة اثنى عشر اثنى عشر شوف الآن ابرريك أنا لا ثنين في واحد واثنين لا 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 اثنين في واحد اثنين و 2 في 3 6 كم المجموع 8 8 1 في 3 3 و 1 في 1 1 المجموع 4 4 4 و 8 12 تختصر أو لا تختصر شيء إلى كم تصير من أكبر قاسم أكبر قاسم 8 3 2 1 هي نفسها الأولى فأمت يا أخي فمن البداية نجعلها من مجموع ما ينظر سواء طولتها قصرتها في النهاية تطلع نفسها فهمت يا أخي فورثة الأول هم ورثة الثاني الثاني تمام تمام أيضا أخذنا بعد المناسخات قسمة التركات وقلنا قسمة التركات التركات كل ما يترك الميت وخلف الميت وكل شيء بإذن الله ينقسم إذا أراد الورثة أن يبقوا عين التركة ويستفيدوا من الإيجار مثلا يستفيدوا من الحليب أبقار إبل ما عندنا إشكال لكن كل شيء يقسم صحيح يقسم عليهم النفق سواء كانوا يجيبوا أعلاف لهذا أو راعي أو كذا والحليب والشسم الصغار والنتاج السائمة مثلا وكذا فهمت يا أخي كل شيء يقسم وقلنا الأصل أن نبادل إلى قسمة التركات ما نؤخر ولا نقول للبنت مثلا أو الأخت أنت ليس لك شيء أو عندك ما يكفيك أو أنت متزوجة ويتركها لأخوانك لا يقول الشيخ بن عثمين رحمة الله إيش ناس نعطيها حقها هي تريد تتنازل أنت ما تلزمها وممكن تأخذ منها شيء بعين إيش الحياة وهذا يكون لا يجوز الشيخ مفهوم يا أخي لا الله أعطاها أعطا ما أعطاها الله لماذا لأن الله سبحانه وتعالى حذر بعد آيات الموريث قال تلك حدود الله تمام تمام فإذا كانت التركة تنقسم قسمنا أموال أراضي مثلا صحيح ذهب فضة إبل تنقسم في الغالب وإذا كانت لا تنقسم قلنا مثل خنجر هذا مثلا البقرة أو البقرة يبيعوا ويعطونا ما نقسم وقال من نريد نبيع نحلب ونشرب نقول طيب نجعل البقرة هذه إيش قراريط ودائما 24 قرار أو نسبة مئة ويعني من مئة ولكن قلنا القراريط منضبطة مئة بالمئة في الغالب والنسبة في بعض بعض المسائل في نسبة خطأ فالفرضيين ما يعملوا بالنسبة المئوية المتقدمين الآن فرضيين متأخرين يعملوا بالنسبة لأن الناس ما تفهم إيش القراريط وإنت تقول له يا أخي النسبة في البقرة ثلاثة قراريط ما يفهم تقول له في البقرة 12.5% يفهم يفهم فهم هي هي نفسها تمام ليش نلجأ إلى القراريط والنسبة المئوية لأنه ممكن الزوجة قلنا تريد تبيع نصيبها في البقرة يجي مشتري يقول كم نصيبها رأس رجل لا نقول لها في البقرة شيء مشاع تمام ثلاث قراريط أو 12.5% يقول اشتريت بكذا يشتري منها ويدخل مكان الزوجة الزوجة مفهوم مع الورثة يشاركهم تمام إذا تنقسم التركة ماذا نصنع قلنا نقسم المال على آخر جامعة جامعة قلنا تركت كم مليون 48 مليون ما شاء الله 48 مليون قسمنا على 24 طلع 2 مليون سهم كل وارث فالزوجة لها قلنا لها ثلاثة ثلاثة في اثنين ستة ملايين وكل بنت ثمانية مليون والعم عشرة مليون وقسمت التركة مفهوم لو كان عندنا يعني طلع هللات ريال سعودي وبعدين هللات مفهوم أو أي عملة من العملات دولار ين مثلا يورو استرليني اللي موجود نقسمه ذهب بالقرام بالكيلو بالطن مفهوم بالصاع كل شي نقسم ايش تصنع تقسم على آخر جامعة آخر جامعة وتطلع احيانا يطلع معك رقم يعني مثلا مثلا قسمنا الآن للزوجة وطلع الزوجة لها مثلا 1657 ريال فاصلة ثلاثة 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 كذا يطلع عندنا في الآن الحاسبة قال ناخذ رقمين بعد الفاصلة فقط الرقم الثالث خمسة فما فوق أقل أقل هذا إذا هنا ستة مثلا تحذف وتضع هنا تضيف رقم بعدين ترجع وتجمع كل المبالغ لازم تكون المبالغ بمجموعها مقدار المبلغ الأصلي ولازم الذكر مثل حظ الأنثين لو عندك مثلا البنت لها ألف وكم سبعمائة ألف وسبعمائة فاصلة اثنين وعشرين هللا لازم الذكر ألف ألف ثلاث ألف ألف ثلاث آلاف واربعمائة واربع واربعين فأنت ممكن بعض الهللات تعدلها في الزوجة لأنه معها معها لذكر مثل حظ الأنثين لكن هؤلاء لازم هكذا تضبط المسألة مفهومي أخي ولا تجي تقول والله هذه هللا كل هللا محاسبة عنها تقرب تضبط المسألة وتجمعها مفهوم طيب هات المسألة اللي عندك طيب سنع آخر حقل عندك هنا ريال وهللا هللا وريال قلنا نصيب البنت ألف وسبعمائة والهللات اثنين وعشرين وكل بنت وكل ابن أربع واربعين وثلاثمائة ثلاثمائة وربعمائة ريال واربع واربعين هللا وتجمعها لازم ما تزيد ولا تنقص عن المبلغ الأصل تمام يلا يقول ثلاث زوجات مسألة وثمان بنات ابن أخت شقيقة تمام نقسمها ثم نفس مسألتنا نفس مسألتنا لأنه جاءت أخت شقيقة أخوات مع البنات عصبات نفسها من أربع وعشرين من أربع وعشرين طيب نقسمها شيخ نعطي نسما مأوي القراريط ايوه طيب خلاص القراريط هي مقسمة أسرق الزوجة لها ثلاث قراريط ولكل بنت أو بنت ابن أربع قراريط والأخت الشقيقة خمس قراريط هذه منقسمة جاهزة الحمد لله تمام القراريط شخص 28 خلاص القراريط دائما 24 طيب شخص إذا كانت تسمع الأخوان المصريين يقولوا مروّق 24 قرار تسمع هذا هذا يعني أخذت كل التاريكة فهمت الشيخ أخذ كانت الجامعة أقل من 24 ها إذا كانت الجامعة أقل من 24 تضربها تخليها 24 أو من ضاعفات 24 جميل فهمت علي مفهوم أو لا واضح شيخ أي نعم طب لو نأخذ مثال على هذا شيخ خلاص هذا مثال طيب تضربها حتى تقسم على 24 يلا مشي شيخ طيب شيخ نقول القراريط الواحد تساوي ثلث أو ربع ثمن أيوه القراريط يساوي ربع الثمن طيب أيوه تسمى 24 مخرج مخرج القراريط لماذا؟ لأن كل الفروضة المقدرة إذا اجتمعت تخرج من 24 الثمن والسدس لازم من 24 نعم أسأل معكم يقول طريقة تقسيم النسبة المؤوية أن يضرب سهم الوارث في 100 نعم والناتج قسم على أصل المسألة نعم الله يسألكم هذا النسبة المؤوية نعم طيب إذن شقنا كنا نتهينا بحمد الله من باب القسم التاركة أنا ننتقل إلى الحياة الخاصة في الميراث طيب إذن شق قسمة التاركات تحتاج إلى تأني تحتاج إلى سك حصر إرث إذا ما وجد سك حصر إرث في مملكة ما تقسم مهما كان السبب مهما كان القرابة كلما أرجع للمحكمة هذا معمول به وإلا ترى فيه قضية مساءلات وهذا ترى أحوط وأبرأ للذمة أنك لا تأخذ أي مسألة مهما كانت إذا يسألك سؤال قل هذا سؤال أجيبك عنه سؤال على أنها مسألة مفهوم أما مسألة واقعية ما يمكن تجيب أحد حتى يأتي بسكة حصر إرث وتراجع السك تقسم التاركة وترجع إلى أحد المقسمين المعتمدين حتى يعتمد هذه القسمة ترى أمانة هذه وهنا يعني فيه تنبيه لماذا نقول هذا الكلام لأن هنا يا أخي حكم شرعي أنت وتقسم أموال ليست مسألة مسألة لعب وخارج المملك كذلك لابد نتأنى وننظر وقلنا نصنع اللي يصنعوا هنا القضاء أش نصنع تعرف أنه بعض الدول حتى المركز الإسلامي مثلا ما يعرف قسم التاركات ما يعرف كذا فلازم نجيب اثنين شهود يعرف الميت هذا ونكتب الخمسة وعشرين ونحجب وكذا ونجمع وما تكون وحدة يكون معك واحدة وراجع بعدك رجل أو رجلين يعرف في قسم التاركات وتكتب سك حصر هذا مهم جدا يا شيخ تمام المسألة ترى ليست من المسألة الهينة حتى لو كان المبلغ بسيط حتى لو ترك 48 ريال حتى لو ترك بقرة صح اي نعم ممكن هذول يعني البقرة عندهم تساوي عندك 48 مليون صدق والله اي نعم الله سلكم طيب شخنا لا ننتقل لحالة خاصة في الميراث مثلا ميراث الحمل المفقود طيب حالات الحالات الخاصة الآن هو أجل هذه الحالات الخاصة لأنها ممكن ما تأتي ونادرة الوقوع خلاص طيب منها ميراث الحمل ميراث الحمل بعد عمر طويل في طاعة الله امين نمتنا كثيرة نعم روح الشيخ عبدالله وترك زوجة حامل طيب هذا الزوجة الحامل الاحتمالات الواردة عندنا يمكن أن تأتي توأم ذكرين وممكن تأتي بذكر وممكن أنثى وممكن تأتي بتوأم صح ذكرين وممكن أنثين فالأصل أننا نوقف التركة حتى تتضح الحالة الحالة عندنا ايش حمل فنوقف قسمة التركة نقول انتظروا شهرين ثلاثة ممكن تلد إن شاء الله تكون مثلا في الشهر السادس أو السابع نقول انتظروا شهرين ثلاثة تلد ونقسم أبا بعض الوارثة وقال لا نبغى نقسم تقسم على الأضر على الأضر على الأقل طيب إذا ما تريد الأضر خلاص مثاله تركت زوجة حامل وعم شقيق زوجة حامل وعم شقيق وعم شقيق الزوجة الأضر بها أقل تقدير تأخذ الثمن وعلى تقدير تأخذ الربع تأخذ الربع فنقول له بنعطيك الثمن تقول والباقي نقول الباقي نوقفه حتى تضع الحمل حتى تتضح الحالة العام قال أعطون نقول والأش شيء الأضر صفر أنك ما تأخذ شيء لم يمكن يأتي إبل قال طيب ولو جاءت البنت اعطوني الباقي ثلاثة نقول ما يمكن نحاسبك نحاسب الورثة على أقل تقدير مفهوم يا أخي مفهوم شيخ واضح يلا أمشي وبعض الفرضيين يجعل مسألة الحمل على أنه ذكر وعلى أنه أنثى وعلى أنه توأم ذكر وأنثى ذكرين أنثين مفهوم وميت كم حالة عندنا ست حالات ست حالات سوي ست جداول ست تركات كلها في مسألة واحدة وبعدين تصنع الجامعة لكن أسهل شيء أنك تعامل ورثة بإيش بالأضر بالأضر وتجعلها مسألة واحدة هذا إذا أصر الورثة على قسمة التركة مفهوم وبعضهم قال يعني أنت تقول ممكن شهر شهرين قالوا لا ممكن تبقى في الحمل سنتين ممكن في بعض الحالات أنه يبقى الحمل سنتين وقالوا أن الشافعي رحمه الله نزل بأسنان نعم بقي في بطن أمي سنتين نعم يلا أمشي لكن هذا في القديم الآن أظن يعطفه في تيميناته وكذا يعني ممكن إلى سنة ممكن بس نعم ننتقى شيخ مراث المفقود 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 هذا الذي فقد ولا ندري عنه أحي هو أو ميت مثلا تكون البلد نصرعه السلامة فيها حرب أو مثلا كان في سفينة وغرقت السفينة أو طيارة أو سقطت الطائرة وما تحققنا من موته هذه المسألة شيخ مسألة المفقود هذا يرجع فيها إلى القاضي القاضي يحدد إذا فقد في بلد يغلب فيها السلامة فالقاضي يقول انتظروا إلى أقرانه مين استقاع عبد الله قال والله استقاع عبد الله محمد علي ووحمد صالح قال انتظروا حتى يموتوا أيش أقرانوا هذا الاستقاع لو كانوا معي يروحوا يجو هو بنظر القاضي فانتظر عليك سبعين سنة تبلغ مثلا أو تسعين سنة تسعين سنة هذه أكثر الأعمار صح؟ وأغلب الأعمار الستين إلى السبعين يعني أنت بعد عمر الطبي في طاعة الله فقدت في بلد يغلبع فيها السلام وكان عمرك أربعين سنة ننتظر إن شاء الله كم سنة؟ ثلاثين سنة ثلاثين سنة عند بعض القضاء وبعض القضاء يجعلها إلى التسعين هذا ليس لنا أرجع للقاضي وليحدد القاضي نفسه انتهينا يا شيخ وريحنا الآن من هذه القضية وهذه مسائل نادرة وإذا فقد في بلد يغلب فيها الهلاك أو كان فيه سفينة غرقت السفينة أو طائرة وسقطت الطائرة وما وجدنا الجثة أصلا حتى نحكم بموته فالقاضي يحدد مدة أحيانا أربع سنين مفهوم؟ أربع سنين ويقسمت تلك طيب هذا ليس لنا جاء القاضي وقال حكمنا اليوم الثلثاء أو الأربعاء الموافق لشهر كذا وكذا وكذا أن عبد الله توكع الله مات إذن الآن أخذنا سك هذا حقيقة أو حكما حكم حكم عليه خلاص حكم القاضي نقسم بهذا ما حكم القاضي يرجع للقضاء ونحن ملنا علاقة ولا تورط نفسك تمام يلا أمشي الله أسسن لكم نعم يش يقول ذكر شيخ ميراث الخنثة والغلقة المفقود قال شيء ولا ما خلاص المفقود ذكر لها أحوال نظر في إرثه ذكرناها نعم لا يأخل من أربعة أحوال نعم ثم ذكر الإرث منه طيب لا يرث حتى يحكم القاضي نعم 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 نتبين شيخ أن الورثة ما تبين الورثة الورثة الآن إحنا إذا كان مال هذا المفقود ما نقسمه لكن إذا كان هو أحد الورثة خلاص نبقى نصيبه يلا أمشي طيب شيخ ناسيك ذكر شيخ نراث الخنثة المشكلة والغلقة والهدمة مسألة الخنثة المشكل يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله أنه في هذا الزمن ولله الحمد في فرق الشيخ بين المتشبه هذا نسرع في السلامة من النساء بالرجال أو الرجال بالنساء هذا أمر آخر لكن هذا خلق هكذا ما عنده لا عضو الذكر ولا عضو الأنثى هذا خنثة مشكل ليس خنثة بين إذا خنثة بين يعني أكثر الصفات تميل إلى الأنثى هذا نصنفه أنثى إلى الذكورة نصنفه ذكر لكن أشكل علينا لا نستطيع نصنفه ذكر ولا أنثى هذا يسمى خنثة مشكل مفهوم يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله اليوم الطب تطور ونستطيع ندخله للطباء ويصنفه ذكر أو أنثى مفهوم وهذه مسألة محلولة لكن اعتبر نجاتك مثل هذه المسألة كيف تقسم التاركة وما استطع ترجح أنه ذكر أو أنثى قال تعطيه نصف ما يستحقه ذكر ونصف ما يستحقه أنثى تسوي مسألتين مسألة على اعتبار أنه ذكر ومسألة على اعتبار أنه أنثى وتسوي جامعة تضربها في اثنين وتعطيه نصف ما يستحقه ذكر ونصف ما يستحقه أنثى بيعطيك مثال وهذه المسائل نادرة 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 ابن وخنثة مشكل هذا ايش خنثة مشكل ولد يقول ولد خنثة مشكل يعني ايش اما ابن او بنت فبنسوي جامعتين جامع اعتبار النذال ذكر وجامع اعتبار انه انثى تمام على اعتبار انه ذكر ابن وابن من كم وانثى ثلاثة اثنين واحد هذه واحد كم عندنا جامعة جامعتي ايش بينهم اضرب اضربها في اثنين اثنى عشر اثنى عشر قسمة ثلاثة اربعة هذه اربعة اثنى عشر قسمة اثنين ستة تمام شوف الابن هنا واحد في ستة ستة واثنين في اربعة ثمانية 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 وستة اربعطاش اربعطعش على اثنين سبعة سبعة واحد في ستة ستة وواحد في اربعة 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 المجموع عشرة على اثنين خمسة المجموع اثنى عشر حال صحيح شوف انا بقول لك شيء اذا اعتبرنا انه هذا الخنثة ذكر من اثنى عشر كم ياخذ اذا كان ذكر ياخذ من اثنى عشر ستة اضبط معي اذا ذكر اخذ ستة واذا انثى من اثنى عشر اخذ كم من اثنى عشر ياخذ اربعة اربعة ستة نصفها ثلاثة واربعة نصفها اثنين المجموع خمسة اذا اعطينا نصف ذكر نصف انثى ثلاثة ونصف انثى ثين جمعناها خمسة خمسة والباقي اعطينا الابن الثاني وانتهي هذا يعني شيء نادر اترك يا شيخ بعد طيب السلام عليكم لا لا الخنثة المشكل والمفقود والحمل واش قال والغرقة والهدم الغرقة والهدم سيأتي معنا ان شاء الله في نظمة الرحبية هذا الشيخ الآن العائلة كانت في سيارة وحصل عليهم حادث قدر الله عليهم حادث وماتت العائلة كلها جود دفاع المدني او الاسعاف مثلا وخرجوهم ايش ميتين احنا ما ندري من مات قبل الآخر فقال لا تورث هذا من هذا وخلص انتهى الموضوع لكن لو علمنا ان الابن مثلا مات قبل الأب حتى لو بثانية ورث وشارت المسألة مناسخات إذن هذه المسألة عكس المناسخات المناسخات علمنا المتقدم من المتأخر صح هنا ما علمنا المتقدم من المتأخر لا تورث هذا من هذا ولا هذا من هذا وانتهى الباب فهمت يا أخي ولهذا الآن الفرضيين يحققوا مع من؟ مع الدفاع المدني القاضي يحقق مع الدفاع المدني يقول يوم دخلت البيت وكان حصل فيه حريق من اللي كان باقي في الحياة؟ قال والله لقنا الزوجة الشهادة تلقلناها قالت أشهد الله وراح ماتت لكن جئنا للزوج وجدنا ميت إذن الزوجة ترث أو لا؟ ترث ترث مفهومي يا أخي إذن إذا تحققنا حياة هذا بعد موت الأول إذن سارت المسألة وإذا ما تحققنا لا تورث زاهق من زاهق وعدهم كأنهم أجانب فهكذا القول السديد الصائب وانتهى الموضوع مفهومي يا أخي؟ نعم تمام يا أخي أمشي طيب شيخنا ذكر أسئلة في ما تعلق بالحمل والغرقى والهدمة بسم الله طيب يقول شيخنا الحمل صلاحا ما يحمل في بطن آدمية من ولد يريد في بعض تقادير ولد ذكر وأنثى نعم تمام الله أسألكم شيخنا أقصى مدة الحمل أقصى مدة الحمل يقول أنه ما لها يعني حسب الواقع ما لها مدة لكن هي في الغالب يعني في الغالب تقريبا يعني إلى سنتين في العصور القديمة وممكن يطول أكثر من هذا لكن أقل مدة الحمل ستة أشهر وحمله وفصاله ثلاثون شهر والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين صار كم بقي معنا ستة أشهر ستة أشهر إذن أقل مدة الحمل ستة أشهر لكن أكثر مدة الحمل الأصل لا حد لها لكن في الغالب يعني تسعة أشهر إلى سنتين ممكن نعم إلى أربع سنين بعضهم يقول نعم والله أعلم أحسن بالله شيخنا يقول إذا خرج الحمل ميتا إذا خرج الحمل ميتا طبعا ما يرد إذا استهل المولود صارخا ورد مفهوم أول ما يخرج يصرخ هذا حتى وإن مات بعد دقيقة مثلا نعم أحسن بالله شيخنا يقول إذا كان المفقود مع ورثة آخرون يريثون ماله فإنما ستقسم على تقدير على تقدير على أقل تقدير قلنا نعم الله أحسن بالله شيخنا قلنا كيفية توريث الخنث المشكل يكون حسب أن نعطيه نصف ذكر نصف ذكر ونصف أنث لأنه ليس بذكر وليس بأنث نعطيه نصف ما يستحقه ذكر وحلينا مسألة وقلنا هذا الشيخ بن عظيم الرحمة الله تعالى يقول هذه المسألة نادرة يعني نادرة والطب تطور الآن ندخل الطباء وهم يحددون أنه ذكر وأنثى نعم حسن بالله شيخ لو طلب الورثة وقال نريد أن نقسم الإرث الأصل أن نؤخر حتى تتضح الحالة نقسم على الأذر على الأقل نعم الله أحسن بالله الأقل نعم يطون أقل أقل نصيب ومثلنا حتى لو كان لا يأخذ شيء طبعه لا يأخذ شيء هو الأذر نعم الله أحسن بالك شيخ نقول يعني اليقين تمام نعم أحسن بالله سلامة لا أعدلها شيء نعم تمام شيخ مدة الانتظار المفقود ترجع تقدير الحاكم ترجع للحاكم ليس أن العلاقة احنا حاكم يحدد وانت ما تحدد لا تورط نفسك في الفرائض انتبه تمام طالما في قاضي ياخر جعل للقاضي نعم طيب نشيخ خاصة الله يقول والله هم يأتوك الآن يقول قسمي عبد الله وكذا ولو قسمت أرجع لك وقال عبد الله وقال السبب وكذا ياخر طالما موجود قضاء خلاص التزم بالقضاء وانتهى الأمر نعم الله أسألكم وعلى ما يقول العوام ضعها في رأس عالم واطلع منها سأل تفهم يا شيخ أنا أقول أكرر هذا الكلام لأنه في مساء كثيرة يعني حصل فيها أشكال بسبب الاستعجال ومخالفة النظام تمام؟ نعم الله أسألكم وشحنا المال مفقود مدة الانتظار ما نعمل به مدة مدة انتظاره أيها المفقود ماذا فاصلا بالمال نوقف المال يوقف ما حتى يتبين حال لكن إذا مثلا كان المال مثلا ينقص أو يتضرر أو كذا نسعى إلى أنه ما يتضرر المال يعني مثلا لو كانت بقرة أفهوم إما مثلا يعني يعطوها أحد يؤجرها ويصنع فيها ويعرفها ويشرب الحليب مثلا وحتى لا يتضرر المال لكن لو أرض مثلا ما في شكال لو كانت عقارة مثلا عمارة تؤجر مثلا ونتدخر الإجار فهمت يا أخي؟ نعم يعني نسعى لمصلحة الورثة أنت لا بد تنظر لمصلحة الورثة من أحدكم حتى يحب لي أخي ما يحب لي نفسك نعم الله سألكم كون هذا قد انتهينا من مساء للباب نعم تريد أن شيخنا أخذ أمثلة على ما سبق في أمثلة على من الحمل يلا هاته الأمثل طيب نعم شيخنا يقول بسم الله إليكم أخت لأب أخت لأم وزوجة حامل أيها تقسيم خلاص أخت لأب وأخت لأم إذا الزوجة حامل ما يرثون شيء صفر صح حولا لا إن أصروا الأصل الأصل لهم لا يقسم لو جاء ذكر إذا وجاء ذكر ما يرثون إذن صفر فما يعطوني حتى يحب لي نعم والزوجة نعطيها أقل تقدير الثمن إذا مسألة من ثمانية واحد وسبعة توقف إذا أصرت الزوجة نعم الله سيكون سهل يا شيخ طيب شيخنا نعم يقول ثلاث زوجات وأربع أخوات شقيقات وإبن أخ لأب أربع أخوات شقيقات أي وإبن أخ لأب أيوة ثلاث زوجات يأخذون أيش المسألة هذه هذا شيخنا في باب الشيسم مراجعة يعني أي خلاص المراجعة هذه تحلها أنت موحلها نعم تمام أيوة طيب كون قد انتهينا إذا أكد إلى هنا طيب طيب بقي شيخ معنا من نظومة الرحبية نعم نستفتحها الآن أو في الحلقة القادمة الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى أفضل طيب تمام الآن أريدك ترجع لي إلى المواضيع اللي مرت معنا من الأول طيب يلا بسم الله من البداية من البداية ما عندك فارسة المواضيع ألا موجود يا شيخ يلا موجود أرجع عليها الله يبارك فيكم تمام طيب بدأنا شيخنا في علم الفرائض علم الفرائض وقلنا علم الفرائض هو العلم المتعلق بقسمة التركات ولا بد يكون عندنا ميت ورثة وتركة هذه أركان الإرث صح 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 أو لا صح تمام أنتبه معي لو كان عندنا ميت ورثة لكن ما في تركة ما يفعل ما يقدر نقسم شيء ما مات أحد ما ينقسم شيء ما ينقسم شيء إلا مسائل فرضية تفترض أكد فهمت الشيخ فلازم ثلاث أركان للإرث بعده شروط الإرث وأسبابه وموانع تمام ذكرنا أن أسباب الإرث إذا أي إنسان يريد أرث من آخر لا بد يكون عنده طريق من ثلاث الطرق وهو النكاح النكاح والولاء والنسب النكاح عقدة الزوجية الصحيح وليت بها الزوج إذا ماتت الزوجة والزوجة فأكثر إذا مات الزوج وإن لم يحصل دخوله خلوه صحيح مجرد العقد عقد عليها وماتت يريدها زوج تمام وهي زوجة إذا مات هو أو تعتد صح طيب والولاء عصوبه سببها نعمة المعتق والعتق يرث به المعتق والمعتقة وعصبته تمام والنسب قلنا أصول وفروع وحواشي وقد يكون له أكثر من سبب مثال تزوجت أنت بنت عمك خلاص تزوجت بنت عمك وماتت بعد عمر طويل في طاعت الله وتركت زوج وهو نفسه إبن عم فيأخذ النصف لكونه زوج والباقي لكونه ابن عم لكن احنا ما ننظر له أنه عبد الله لا ننظر له هنا أنه زوج وهنا أنه ابن عم ما لنا علاقة في ناصر الشيخ نكتب زوج ابن عم ما لنا علاقة ما نكتب عبد الله عبد الله لا ما نحن لا فهمت؟ نعم هو صحيح زوج عبد الله وابن عم عبد الله لكن حصل عنده إيش؟ سببين سببين فأحد مشايخنا يوسي أحد الطلاب قال له ترى لا تزوج تزوج بنت عمك عشان يفهم المسألة قال عشان ترث فرضا وتعصيبا قال يا شيخ عندها إخوة عشرة يقول بيهجبون كله ما تدري وقتل وفهمكم ما في أحد موجود صح؟ صحيح نعم يلا مشي الله أحسن شيخ نذكر أقسام إرث وتفصيل ورثة طيب أخذنا سباب الإرث ثلاثة والموانع ثلاثة رق وقتل واختلاف دي وقد يقوم السبب لكن يأتي مانع وقلنا ما يأتي المانع إلا بعد قيام السبب السبب مفهوم؟ نعم تمام الله أسر لكم أقسام إرث شيخ ناء وتفصيل ورثة نعم ذكرنا أقسام إرث الإرث ينقسم إلى قسمة كما في الحديث إرث بالفرض ولا بد يقسم يبدأ به أول شيء وإن بقي شيء فللعصبة تمام تفصيل ورثة ورثين ورثات قلنا دائما تذكرهم على التفصيل التفصيل تمام خمسة عشر ورث من الذكور وعشر من النساء من النساء وترتبهم لا بد دخل على المرتب يخرج ما تشهد مرتب الله سلام تمام شو ما ذكرنا شيخ الوصول المتفق عليها الفرض المتفق عليها في كتاب الله قلنا هكذا تعدها خلاص من أعلى يقول إلى أدنى نصف وربع وثمن ثلثان ثلث سدس هذا من إيش من أعلى إلى أدنى نعم وفي من أدنى إلى أعلى عند غيرنا مهو عندنا لا من أدنى هنا الثمن وهنا السدس الثمن ضعفه ربع وضعف ضعفه النصف والسدس ضعفه الثلث وضعف ضعفه الثلثان تمام أو تتوسط الآن بدأنا تفلسف شوية مو تفلسف يعني عشان الناس تشتاق يعني أو تجي هنا ربع وهنا ثلث ضعفه ضعف الربع النصف نصف وضعفه الثلثان و نصف الربع نصفه ثمن نصف ثلث السدس ويقول كذا أو كذا وقلنا لا نعد هكذا نصف وربع وثمن ثلثان وثلث وثلث خلاص تمام يلا ذكرنا شيخ أصحاب كل فرد يعني شوف لو تفلسفنا هذه الفلسفة أول كان أشكلت لكن الآن قليل قليل نزيد في المعلومات ما يضر فهمتش ومن باب أنك تضبط أول كان ما يفهم إيش هو النصف الآن بدأ يفهم النصف ما هو والثلث وصول المسائل صحيح في الأول كانت كالطلاسب عنده ما يفهم منها شي هبادي بز صح نعم أي نعم خمسة اثنين واحد أربعة اثنين سبعة هذول أصحاب النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس تمام الله سيكوشيخ ذكرنا أصحاب الفروض قلنا أصحاب فرض النصف خمسة خمسة منفردين الزوج والبنت وبنت الإبن والأخت الشقيقة والأخت لأب وهم أصحاب الثلثين عدد الزوج هنا عدم المماثل هنا وجود المماثل إذا كانوا جمع والجمع عند الفرضين اثنان فأكثر البنات وبنات الإبن أخوات الشقيقات وأخوات لأب نعم ثم ذكرنا الشيخ أصحاب الربع وقاله غرفة الزوجية أصحاب الربع وغرفة الزوجية ولا يجتمعان وتعاورة كل واحد شرطه عكس الثاني الزوج عنده وجود والزوجة فأكثر عنده عدم وجود وجهة فرعوار تأخذ ثمن تمام أرامل غرفة الثمن غرفة الثمن غرفة الزوجة تمام أصحاب فرض الثلثين ذكرناهم ذكرناهم أصحاب النصف نعم أصحاب فرض السدس قلنا الجمع من أخوة لأم والأم تمام وأصحاب السدس سبعة الأب والأم والجد والجدة وبنت الإبن فأكثر والأخت لأب فأكثر وولد الأم ذكرا كان وأنثى تمام إذن فرض أحسنا لكم ذكرنا الشيخ القسم الثاني من أقسام علم الفرائض وهو العصبة العصبة وقلنا العصبة عاصب بنفسه وبغيره ومع غيره عاصب بنفسه في غيره وهو يقول أفضل أحيانا تقول هذا ما تقول عاصب بالنفس وعاصب بالغير تقول عاصب بنفسه وبغيره ومع غيره خلاص تمام عاصب بنفسه جميع الوارثين من الذكور على الزوج والأخلهم ومن النساء لا يوجد عاصب بنفسه إلا المعتقة وليس في النساء طرًا عصبة أو حقًا عصبة إلا التي منت بعدق الرقبة صنعت ما يصنع الرجال مجموعة 14 كيف نقدم ونؤخر قال بنوه وبنوهم أبوه أبوه جدوده أخوه وبنوهم عمومة وبنوهم ولاء وبلوه وعصبة نعم أسر عليكم البنوه الأخوه أخ شقيقي لمعتق أب لمعتق جد لمعتق نعم الله سبحانه ثم ذكرنا شيخنا باب الحج وقلنا أنه لا يفتي في الفريض إلا من عارف باب الحج نعم مثل ما قلنا مثلاً في الحج يقول العلماء عندنا حفظهم الله يقول أنه ما يفتي في الحج من لا يعرف الفرق بين دم الجبران لترك واجب ودم هذا يقول دم دم جبران لترك واجب ودم دم إيش فدية أذى يقول عليه دم الدم هنا ممكن ما يكون دم ممكن يكون إيش فدية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك مع أنه يقول يعبر عنه بدم يقول عليه دم نعم الله سأل يكون ثم ذكرنا شيخنا باب العول باب العول العول قلنا أن المسال ثلاثة عادلة وعائلة زائدة وناقصة تمام والعول ثلاثة أصول تعول تمام منها الستة أربع مرات وليثنى عشر ثلاث مرات على إفراد واربع عشرين مرة واحدة والبقية لا تعول وقلنا ليش تعول لأن أجزاءها أكثر منها الستة أجزاءها أكثر منها وليثنى عشر أجزاء أكثر منها واربع عشرين كذلك تمام ثم ذكرنا شيخنا باب الرد قلنا هو عكس العول عكس العول تمام ثم ذكرنا شيخ باب الانكسار ولا يرد قلنا على أحد الزوجين تمام ثم ذكرنا رحسي لكم باب الانكسار والتصحيح وذكرنا انكسار إما على جنس واحد أو على أجناس أكثر تمام وذكرنا النسبة الأربع مماثل مناسب موافق مباين تمام طيب ثم ذكرنا شيخنا رحسي لكم باب المناسخات باب المناسخات وقلنا المناسخات هنا عكس من؟ المفقود عكس من؟ عكس الهدمة والغرقة الغرقة والهدمة والمحروقين هنا علمنا المتقدم من المتأخر وإذا ما علمنا كل واحد على حدة لا يرث هذا من هذا تمام وقلنا ممكن يكون أكثر من من يتجمع وبعد كل مسألة تصنع جامعة 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 حتى تخرج لك الجامعة الأخيرة وتنظر بين التا ومسألتها بينهم قاسم مشترك لتقسم هنا تضع هنا ولتقسم هنا تضع هنا واليمين الجامعة ليس بينهم شيء تأخذها عند التا تضع هنا وهنا الجامعة تجعلها في الجامعة اليمين ويمينك الجامعة نعم أعصى الله ثم ذكرنا شيخنا باب ميراث ذوي الأرحام ذوي الأرحام قلنا يرثون عندما لا يوجد أحد من الوارثين والوارثات إلا الزوجين الزوج يأخذ فرض دائما قلنا النصف مع ذوي الأرحام والزوجة فأكثر الربع ونورثهم على مذهب التنزيل ننزل كل وارث منزلة من أدل به ننزل درجة درجة تضع عصبعك على الأول ما وصله تضع الخطوة الثانية صح؟ المرحلة الثانية وإلا العم إلا العم العم لمن؟ العم لأم والعمات مطلقة شقيقة لأب لأم والأخوال والخالات هذا ننزل منزلة لأم والعم لأم والعمات مطلقة ننزل منزلة الأب يلا أمشي أحصى رأيكم ثم ذكرنا شيخنا قسمة التركات أخذنا قسمة التركات وقلنا التركات تنقسم إلى قسمين التركة يمكن أن تقسم فهذه نقسمها نأخذ التركة على آخر جامعة واللي يخرج هذا نضرب في السهام كل وارث ونقرب قلنا عددين بعد الفاصلة صح؟ نقرب ولكن لازم تجعل الذكر مثل حظرنثيم بالملي صح؟ أي نعم وقلنا أحيانا تزيد بعض الهلالات لمن ليس له يعني مساوي مثل الزوجة والزوجة أو الأم مثلا تمام الله أحسن لك ولازم تجمع تكون المسألة منضبطة يعني نفس المبالغ التي تضعها أنت أمام كل وارث تكون هي المبلغ الكامل نعم الله أحسن لك نذكرنا ميرات الحمل وإذا ما تنقسم قلنا إما نقسمها قرارة 24 قرارة المسألة أو نقسمها على النسبة المؤوية وقلنا يحصل عندنا أحيانا نسبة خطأ في النسبة المؤوية في بعض المسائل والمعمول به الآن عندنا النسبة المؤوية أكثر من القرارة مفهوم لكن التركات القديمة كلها قرارة نعم الله أحسن لكم ثم ذكرنا شيخ ميرات الحمل ميرات الحمل قلنا هذه المسائل قلنا نادرة الوقوع وإذا وقعت الأصل ننتظر وإذا أصر الورثة على قسمة التركة نقسم على الأقل تمام على الأضر الأقل ونبقي حتى تتضح الحالة في الحمل وفي المفقود وفي الغرقة والهدمة الغرقة والهدمة خلاص لن أورث هذا من هذا تمام ثم ذكرنا شيخ ميرات الخنثة المشكل وقلنا الخنثة المشكل قال الشيخ بن عثمين رحمه الله تعالى أنه الآن تطور الطب الحديث ويصنفه أما ذكر أو أنثى وقلنا لابد أن نفرق الناس حتى يعرفوا أن عندنا المتشبه نسأل عفل السلامة هذا المخنث هذا شيء آخر أما هنا عندنا الخنثة ليس بين عندنا خنثة بين هذا بين سواء ذكر نحكم على ذكر أنثى نحكم على أنثى لكن أشكل علينا لا استطعنا أن نصنفه هنا ولا هنا قلنا الأطباء يصنفه إذا ما استطعنا وردت هذه الحالة نعطيه نصف ما يستحق لأنه نصف ذكر نصف أنثى وضربنا مثال مثلنا لك هنا بابن ولد ولد خنثة مشكلة أعطينا نصف ذكر ونصف أنثى وجعلنا المسألة من 12 وأخذ خمسة ثلاثة على اعتبار أنثى واثنين على اعتبار أنثى جمعناه طلع خمسة والباقي للإبن سبع وحلينا المسألة نعم الله أسألك ثم ذكرنا شيخنا ميراث المفقود ميراث المفقود قلنا نرجع فيه للقضاء فالقضاء يحدد أنه غاب في بلد يغلب عليه السلامة أو الهلاك ويحكم بموته إذا حكم بموته يعطينا السك هذا في الحكم ونقسم التلك وإلا نتوقف نعم وهذا يا شيخ أسلم في الفرائض قلت لك لا تستعجل ولا تتعدى على القضاء قضاء قالوا لك قسم قسم لا تقسم لا تقسم وخلاص انتهى الموضوع نعم الله أسألك ثم ذكرنا شيخنا ميراث المفقود إذا راجعت الصك مثلا وجدت فيه خلل وجدت فيه شيء لازم تكتب للقاضي تكتب للقاضي يعني فضيلة الشيخ وكذا يعني ورد إلينا صك من طرفكم وكذا وتراجع القاضي تقول والله هذه المسألة كذا وكذا وكذا هذول اثنين إخوة لكن واحد منهم شقيق والثاني لي أبو وانت شخ جعلتهم مثلا أشقا وهذا أم فلانة آمنة والثاني أم خديج فهمت الشيخ مثلا قد قلت لك القاضي أحيانا ترد عليه بعض المسألة عنده قصاص وعنده كذا وعنده كذا يعني ممكن يخطئ وممكن يرد الخطأ وممكن أنت مخطئ أصلا صح فارجع للقاضي لا تتعدى نعم تمام الله أسألكم شيخ ثم ذلك ختمنا بمثلق بميراث الغرقة والهدمة ميراث الغرقة والهدمة والمحروقين قال هذا فيه تنبيه للدفاع المدني والإسعاف مثلا ومن يراهم أنه يحدد من عاش بعد الآخر وإذا حددنا صارت المسألة مناسخة وإن لم نعرف قال لا تورث زاهقا من زاهقي وعدهم كأنهم أجانبه يعني لا تورث هذا من هذا ولا هذا من هذا وانتهى الموضوع نعم ونكون بهذا الحمد لله قد انتهينا من أتلق بهذا الملهج طيب مهم جدا أننا يعني حتى لو انتهينا الآن مثلا من هذا ترجع مرة أخرى شخص عبدالله لأول مسألة وتبدأ تحل ثاني مرة اعتبر أن هذا اللي أول ما عرفت ما حلنا شي ترجع مرة أخرى إيش الإشكال مرة مرتين ثلاثة حتى تضبط المسألة تبحث عن واحد من زملائك أو كذا أو أولادك وكذا وتبدأ تحل في المسائل حتى تنضبط المسائل والله أعلم وصلى الله عنه نبيه محمد وصلى الله عليه وسلم